أهلا موضوع الحلقة هو مباراة نهضة بركان والزمالك المصري في نهاي كأس كونفدرالي أفريقيا لكن قبل ذلك أستسمحكم في الحديث عن موضوع جانبي غالبا لا أدرج في فيديوهاتي أمور شخصية لكن سأنوه إلى أمر أتارني يوم أمس وهو مؤتر مصري اسمه إسلام حنفي هذا المؤتر أو هذا اليوتيوبرز تفاعل مع فيديو نشرته أمس تحت عنوان وهو تفاعل مع حوار فوز القجع مع أونتايم وقلت بأنه عنوانته بالحوار المزعج ركوب بالمقلوب على حوار القجع مع أونتايم من إعلام جزائري مبتدى ليقول مبتدى بدون الخبر هذا اليوتيوبرز المصري تفاعل بسريعا مع هذا الفيديو وقام بإعادة بته بطريقة أخرى إظهار الفيديو والتفاعل معه ليس المقصود هنا إشادته بشخصي في بداية الفيديو وهو مشكور على ذلك بطريقة ساخرة بطريقة طريفة صراحة لكن ما أعجبني في حديثه هو خفة روحه روح مصرية تظهر خفته في مثل هذه الفيديوهات وهو معروب أنه ينجز فيديوهات كثيرة على المغرب وعلى كرة القدم المغربية ولكن ما أعجبني هو الطريقة الدكية والطريقة المرحة في تسفيه مواقف الإعلام الجزائري بطريقة خفيفة وساخرة من أروع ما يكون وكيف يوظف المنطق في فهم ما يجري ما بين المغرب والجزائر وأضحك أنا جدا عندما سمع المثل المغربي عندما قلت مال الميت صبره والعزايا كفره فأعجب هذا المثل المغربي فقط حتى أختم هذه النقطة هو أنني أخاف عليه من شيء واحد وفق المنطق الجزائري هو أن يكون ممولا من طرف المخزن المغربي بل أيضا في التعليقات هناك من قال بأنه هو عياشي عياشي مصري أخاف أيضا أن يقال بأنه أنا من أوصيته بنشر الفيديو لأنه هذه الاتهامات أصبحت مستهلكة بشكل كبير جدا فلنقول بأنه المخزن المغربي موله ورشاه كما رشى القنوات الخليجية التي منحت الحق لبنى هدرت بركان على حساب اتحاد العاصمة فيما يعرف بقضية الخريطة المغربية والأقميصة الممنوعة من دخول التراب الجزائري إذن هذه نقطة بالنسبة لموضوع هدرت بركان والزملك المساري فلنكون صريحين ربما بركان تستضيف أكبر فريق استضافته طيلة السنوات الماضية استضافته في النهائي السابق وتستضيفه هذه المرة في نهائي مكرر وهو ربما إن لم أخطئ هو أكبر فريق إفريقي زارة من هذا بركان هناك فريق إفريقي عديدة لكن يبقى الزملك أكبرهم مع احترام الاتحاد العاصمة التي تأسست قريبا 1937 لكن يبقى الزملك بتاريخي أكبر بتاريخ تأسيسي وببطولاتي وبنجوم الذين مروا على هذا الفريق هذا من ناحية من ناحية أخرى أعتقد بأنه إعلام الزملك وأيضا جمهور الزملك خلطت أوراقهم أو تم خلطها بسبب حوار فوزي القجع لماذا؟ لأن فوزي القجع ترك انطباعا جيدا وسط وسط المصريين إلى درجة أنه كانت هناك إشادة كبيرة حتى من بعض الإعلاميين في إعلام الزملك وبالتالي يصعب الآن أن نكرر أو نجتر الأسطوال المشروخة المعتادة بأنه القجع يتحكم في الكاف وبأنه يعين الحكام بدليل أنه قال ردا على سؤال الصحفي بأنه من الممكن أن يفوز الزمالك بالنهائي أمام مناطيس بركان بل أيضا أغلق ملف موضوع التحكيم أغلق الباب أمامه بشكل نهائي إذا كنتم تقولوا بأنه هناك تعيين للحكام من طرف فوزي القجع فعلاقا أن يفوز فريقه ببطولة هنا بالمغرب بطولة المغرب أو أن يفوز متخل الكبار بكؤوس فريقية التي نقدمت عند خلال عهدت فوز القجع على الكاف من سوء حض نهضة بركان هو أنه لعب في نصف النهائي أو لم يلعب في نصف النهائي مع اتحاد العاصمة الذي شهدنا سيناريو من مشاهد غريبة اختلط فيها الحابل والنابل وتم اعتبار قاميس عادي مصدق عن انطرف الكاف بأنه تهديد لسيادة البلد هذا في نصف النهائي لكن نواجه فريقا في النهائي فريق يحترف كل شيء بحتنا اللقب وهنا لست بسدد إساء الضم بفريق الزمالك أو الإساء إليه فهو في آخر مطاف إن فاز الزمالك بالكرة وليس بحواش الكرة سنقول له أهنئا لك بل سنقول له مبروك من الآن لكن الإشكال هو في بعض ممارسات سواء الإعلامية أو الكرة وهنا أشير بأنه نهائي كما يعرف الجميع اللعبة نهائي كأس كونفيدرالية قبل حوالي ثلاث سنوات أمام أمام الزمن المصري وقبلها لعبة حسنة قدير ربع نهائي وتذكرون المشهد الغريب جدا عندما تجاوزت الكرة خط المرمى الزمالك ولم يكن هناك ضار بطبيعة الحال لكن مخرجة المباراة رفضت إعادة اللقطة وقالت وصرحت بذلك علانية بعد نهاية المباراة وقالت لن أعيد اللقطة لأنها ننتمي إلى فريق الزمالك أو مشجعة لفريق الزمالك الهدف الذي سجل في الدقيقة 83 وتجاوز الخط بشكل فاضح جدا كان ممكن أن يكون حسنة قدير هو المتأهل أكثر من ذلك المباراة الإياب بين الزمالك ونهات بركان عرفت ربما أشياء دفعتنا ونهات بركان إلى صدر بيان موجه إلى الكاف بخصوص تحكيم الحكم الإيتيوبي أندك تيسيمة لم يحتسب ضربة خطأ بدقة صفراء لحاري الزمالك كما أنه كان متسهلا مع اللاعب كهرباء بشكل كبير أكثر من ذلك الرجاء وهي تواجه الزمالك في نصف نهائي كأس عصبة الأبطال الإفريقية سنة 2020 شهدت ضغطا من الزمالك قبل حضور الضربة على الحكم وتم إرسال خطاب أليم أجل به إلى أنه اللاعب رحيمي يتعمد السقوط داخل مربى العمليات إلى درجة أنه حتى في الحالة التي كان سقوطه مشروعا يستوجب ضرب الجزاء لم يتم ذلك بحكم أنه الحكم يقول بأنه هناك مغالطة من سوفيا الرحيمي لها إذن هذه أشياء تابتة ومعروفة إذن هناك نقدرون بقوله بأنه كالحرفة أو الضغط الذي يمارس أكثر من ذلك هو أنه قبل هذه المباراة تم البحث فيما إذا كان العرج سيكون حاضرا وما إلى ذلك من أشياء المشروع ربما في هذا المجال لكن المتير في الأمر أن يرسل فريق الزمالك رسالة إلى الكاف وهذه من الأشياء صراحة الصادمة جدا ويتحدث بخصوص حكام تونس في الدهاب والإياب الحكم الأول هي تم قيارات حكم الضار في مباراة الدهاب ببركان وحسن مساعد حكم الفيديو في القاهرة لماذا؟ لأنه معين الشعباني مدرب من هذا البركان تونسي هذه خاصها ونسي الزمالك أنه لديه لعبين تونسين سيف الجزيري وحمز المتلوتي وهو يقول بأنه هناك احتمال أن يكون حكم الضار تونسي متعاطفا مع معين الشعباني وحسن مساعد حكم الفيديو متعاطفا مع معين الشعباني لماذا لم تقول بأنه سيكون متعاطفا مثلا مع سيف جزيري وحمز المتلوتي؟ يعني كما لو أن هؤلاء الحكمين في غرفة الضار ستأطران بموعين الشعباني المدرب ونسأطر باللائبين علما أن الحكاية في رمتها لا تصلح لأن تكون محل نقاش أو أن يكون بثلاثتهم مؤتنون على الحكمين يعني إذا أخذنا بالاحتبار هذا الأمر إذا كان الحكام من جسية الفريقين قد نتفق أن يعين حكم مغربي المباراة يصعب أن تصور ذلك هنا كما لو أن الزمالك يطلب من الكاف أن تدقق في جنسية اللاعبين والمدربين في الأندية الإفريقية قبل تعيين الحكم وهذا أمر غريب جدا أكثر من ذلك إذا أخذنا هذا الاعتبار هناك أندية خذ مثلا الفريق الأهلي أو حتى الزمالك أو الوداد أو الرجا غالبا ما يكون لديهم لعبون أفارقة إذن في كل مرة يتوجب على الكاف أن تأخذ لائحة اللاعبين وترى هل هناك لعب سينيقالي أم لعب أوغندي أم لعب قابوني وتتفادى تعيين حكم له علاقة بتلك المباراة بتلك اللاعب أو تلك جنسية ذلك اللاعب وليس حكم المباراة بل حكم حكام الشرب وأيضا حكم البار والمساعدين ومراقب المباراة ومنذب المباراة والمكلف بالأمل إلى آخر يجب أن يكونوا محايدين تماما لا أدري من أين سقطت هذا الإبداع على الزمالك في هذا الوقت هنا أطرح سؤالا آخر استنكاريا مبارتين نصف نهائي عصبة الأبطال الأوروبية دورتموند مع باريسان جيرما ريال مادريد مع باير ميونيخ ستبحثون في اللاعبين وفي جنسياتهم ستجد بأنهم ربما لاعبين أو اثنين أو ثلاثة هم من أصل أو من بلد الفريق يعني باريسان جيرما أحسبوه كم من اللاعب فرنسي نفس الأمر بالنسبة للريال مادريد كم من اللاعب إسباني ونفس الأمر بالنسب هو وير ون دورتموند إذن في هذه الحالة كان ما فرض أن الالتحاد الأوروبي أن يتفادى أن يعين أي طرف في هذه المباراة في مجال التحكيم في لجنة التحكيم في الظار أو في وصل المباراة ينتمي إلى بلد أحد اللاعبين وبالتالي ربما لن يجدوا إلا حكاما من اليونان أو من ألبانيا أو من كوسوفو لأن كل باقي اللاعبين ينتمون لمختلف دول أوروبا هذا الأمر غريب جدا والغريب فيه أكثر والأفضع وأنه أن يقوم المدرب العجيب واللاعب السابق والمحلل المعروف بخراجاته السابقة خارجات صراحة يندلها الجبين في حق المغرب وفي حق فوز القجع وفي حق الوداد وفي حق كل ما سبق من علاقات كروية بين المغرب ومصر يخرج ميدو العجيب ويعتبر ويشير بأنه بيان الزمالك هو بيان ضاغط وصفا لبيان بأنه ذكي يا سلام كنت أريد أن أجده عاقلا ودعاقل أكثر من ذلك بالإن أحد المدربين المصريين تم استدافتهم أحد البرامج ويعتبروا الأمر جيد بأنه المفروض أن يقوموا بذلك وأن يتفادوا هذا الأمر لماذا لم تقل نفس الأمر على اللاعبين تونسا بفريق الزمالك هذا سؤال وإن كنت أصنف هذا الموضوع برمته في باب العبط والهبل معذرة على هذا الوصف ليس من عادة أن أصف أشياء مثل هكذا لكن أعتقد أن هذا الأمر ربما ينظر وجود من هذا الباب أعرف جيدا بأنه مباراة نظرة بركان ستسبقها برامج رياضية وخطابات من الصحفيين المصريين بشكل كبير جدا وسيبحثون في الصغيرة والكبيرة وحتى بعد المباراة الدهب سيتحدثون عن ضربة تماث التي لم يعطيها لهم الحكم أو ضربة خطأ عادية لم يمنح لهم الحكم أو سيدقيقون في كل شيء ساعتبرون الأمر بأنه أضر بمصالحين هذا إن خسروا المباراة الدهب لأنه أنا شخصيا أرى بأنه نظرة بركان يواجه فريق الزمالك القوي وعلى الورق إذا أخذنا الأمر بشكل رياضي الصرف أوضعنا أمام أي حال سيقولك الزمالك بؤهل بشكل كبير بسبب خبرته لكن يبقى ثقة ينافي نظرة بركان في أن يرفع التحدي وأن يمنح لبركان لقباً تانية لكالتكون في دارية أو للمغرب لقباً إضافياً في هذه المسابقة ونتمنى له كل توفق إذن أننا انتهينا من صراع امتحاد العاصمة بإعلام يقول كل شيء إلى إعلام مصري يستقل كل شيء هذا حال إعلام الزمالك في الوقت الحالي بطبيعة الحال لا يمكن أن نمسئ لفريق الزمالك فنحن أبعد من ذلك وليس من طبعنا ذلك وشخصيا أمقط من يقوم بعمليات الإساءة لأي فريق آخر بدون سبب أو حتى بألفاظ غير مناسبة الزمالك يظل فريقاً كبيراً لكن أن نجد وأن نعيش حدثاً غريباً من فريق الزمالك في مباراته مع الأهلي فأعتقد أنه أمر يطرح عدة أسئلة أن يقوم فريق الزمالك بترتيب من العناصر المتمية إليه مدربين أو إداريين بدفع اللاعبين المحيطين بالملعب إلى جمع الكرات من محيط الملعب في الوقت الذي كان فريق الزمالك فائزاً في المبارات وأن يصبح فريق الأهلي مضطراً إلى جمع الكرات من المدراجات ومن محيط الملعب من أجل استمرار اللاعب في الوقت الذي كان ذلك يستنزف وقت المبارات أعتقد أن هذا الأمر صراحة لا يليق بفريق الزمالك الزمالك ربما أقوى وأكبر منها مثل هذه الأفعال وأتمنى أن لا نصادف فعلا سواء في الدهاب أو الإياب أتمنى ذلك وأتمنى أن نجد أمامنا فريقا مصريا محترما كما نسمع عليه دائما إلا في بعض الحالات التي ربما يتجوز فيها تتجوز بعض الأفعال حدود ما هو مقبول إذن نحن نرد مباراة لكرة القدم مباراة مشرفة بين الفريقين مغربي ومصري من شمال إفريقيا وأن يعطي صورة طيبة إلى العالم وأن لا تتحول المباراة إلى مسخر أمام العالم بفعل من هذا أو ذلك من فاز بالمباراة سواء نهد سبركان أو الزمالك سنقول له هني أروان بروك لك لكن فز بالكرة وليس بشيء آخر من انهزم بطبيعة الحال أهار لك طعب يومكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر